ازايكم عاملين ايه النهاردة عايزين نعرف ايه هي الطريقة الصحية لطهي الفول طبعا بيبقى فيه انواع كتيرة للفول في الفول البلدي في الفول الاسترالي اللي هي الغمقة وفي البيضة فبنحاول بقدر الامكان احنا نختار اللي هي الفولة البلدي اللي بتبقى لونها ابيض علشان ما داخدش وقت فيه السوا لما مثلا بنحط كوباية من الفول البلدي بنحط عليه ربع كوباية من الفول الماتشوش افضل مدة لنقع الفول هي اتناشر ساعة علشان ده بيقللي في المدة بتاعة الطهي الفول وفي نفس الوقت ان انا بتخلص من السموم اللي موجودة فيها واتخلص من السكر السكرات العديدة اللي ممكن تسبب الغازات ومشاكل في عملية الهضر ببدأ ان انا اسيبه كده لمدة اتناشر ساعة يعني بدأت ان انا اضيف كوباية من اللي هو الفول البلدي وعليها حطيت ربع كوباية من اللي هو الفول الماتشوش وغسلتهم كويس وبدأت بعد كده ان انا ابدأ ان انا اضيف المية المية حوالي اضفت حوالي لتر او نص لتر على حسب الكمية اللي انت بتستخدميها من الفول تعالوا بقى نشوف شكل الفول بعد ما اتنقع بيزيد في حجمه يعني حتى لو انت عندك الفول مثلا كانت مكرمشة لأ هي بتبدأ ان هي تستعيد المية وتمتصها مرة تانية وتعيد الرطوبة في الحبة فيها بعد كده بقى حضرت جزرة وبابريكا وكركم وعدس وبصلايا وطماطم ولمون بدأت ان انا اضيف الفول طبعا اه تخلصت من المية لازم تتخلصت من مية النق وبعد كده ضفت الفول وعليها ضفت العتس بعد كده بدأت ان انا اضيف اللي هي الكركم والبابريكا ممكن تضيف البابريكا بس اه لو انت حابة ان اللون يكون محمر شوية اه بعد كده بقى قطعت الطماطم والقذر والبصل واللمون وبدأت ان انا اضيفه على الفول اهم حاجة ان انت تسخني المية لازم لما نضيف مية للفول تكون المية سخنة علشان دي تسرع من عملية الطعام وده شكله النهائي بعد ما خلص